وثيقة جديدة في دائرة التفكير الأممي في إطار العمل على وقف إطلاق النار في اليمن هذا ما أفصحت عنه تحركات الأمم المتحدة الأخيرة لكن هذه الوثيقة لا تزال قيد البحث والعمل الحكومة والسعودية والحوثيون تلقوا وفق مصادر الرويترز مقترحاً من الأمم المتحدة يفيد بضرورة وقف ما اسمه المقترح بالأعمال العدائية جواً وبراً وبحراً والتزام الأطراف الثلاثة بوقف النار في جبهات القتال الاسناف العاجل لمحادثات السلام وصول الإنهاء الحرب بشكل شامل هو الغاية الأساسية للتحركات الدولية وبحسب بيان مكتب مارتيني غريفث سيعمل على عقد لقاء بين الأطراف المعنية عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث طرق السناف المحادثات تزامنت التحركات الأممية مع قلق أمريكي ظهر من خلال تواصل وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي هاتفياً لبحث وضع السلام في اليمن ولقاء السفير الأمريكي كريستوفر هنزل برئيس الحكومة معين عبد الملك الذي أكد دعم واشنطن لدعوات التهديئة التي أطلقتها الأمم المتحدة الوباء العالمي المعروف بكورونا المسجد كان هو الخطر المحفز للمنظمة الأممية لبحث التحرك لعقد مباحثات عاجلة حيث أفاد مكتب المبعوث الأممي إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتجنب التهديد كورونا في اليمن خصوصاً وأن منظمة الصحة العالمية لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة حتى اللحظة وهو ما يضع الجميع أمام فرصة جادة لاستثمار الوباء العالمي باتجاه محادثات حقيقية تخرج اليمن من دائرتين الحرب الكاذبة والسلام الزائف ترجمة نانسي قنقر